بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بكم وحديث جديد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم للشباب والبرنامج كله ماشي بنفس المنوال حديث 30 حديث للشباب المفروض أن التلاتين حديث دول يبقوا منهج حياة يضبطوا شكل الحياة فاجينا في حديث اتكلمنا عن الأخوة في الله وقلنا أن أنت بديه تقدر تحافظ على نفسك ثابت بيسبت لك الحتة دي وبيعلي لك إيمانك وبيحافظ لك على أخلاقك وفي نفس الوقت بيديك مهارة مهارة إيه؟ أنك ضامن في حد بيساعدك أنك تحط هدفك في الحياة وتنجح في الحياة لأن النوعية اللي أنت مصحبها نوعية نجحة مؤمنة فأنت مخافظ أن مهاراتك بترتقي وأنا الحقيقة النهاردة حديث تاني يعني أنا لما كل ما بسمعه بشوف قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم معلم مربي قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحترم عقول الناس وفي نفس الوقت قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم عايز الناس تقرب من ربنا فالحديث بيقول إيه؟ دخل رجلاً المسجد رجل دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس والنبي قاعد المسجد فقام الرجل فصلى ثم جاء إلى النبي فسلم على النبي فرد عليه النبي السلام ثم قال له اذهب فصلي فإنك لم تصلي فقام الرجل فصلى يبدو أنه كان بيصلي إزاي؟ يعني طالع نازل طالع نازل طالع نازل صليت فعاد إلى النبي فسلم على النبي فرد عليه النبي السلام ثم قال له اذهب فصلي فإنك لم تصلي فقام الرجل فذهب فصلى ثم عاد إلى النبي فسلم على النبي طالع مرة فرد عليه النبي السلام فقال له النبي اذهب فصلي فإنك لم تصلي فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير ذلك ده آخر فعلمني طب قول لي عمل إيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر أول ما تقوم للصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا خلي بالكو كلمة تطمئن دي حتيجي في الحديث خمس ست مرات ثم اركع حتى إيه تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل واقفا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وفعل ذلك في صلاتك كلها فقال الرجل جزاك الله خيرا فقد علمتني يا رسول الله أنا بس الحديث بيتكلم عن القشوة في الصلاة وحديث النهاردة بيتكلم يا شباب شكل علاقتك بربنا وانت بتصلي شكلها ايه لكن قبل قبل ما اقول في كده انا عندي لفة لطيفة قوي واخدين بالكو النبي عمل معا ايه هو جاجل صلا صلا ازاي صلا زي ما ناس كتير بتصلي كده يعني طلصقة او سلق بيت زي ما احنا بنقول وقف وهو سرحان والنبي بيبص عليه من بعيد انا عايزك تتخيل كده وانت بتصلي مرة ان النبي بيبص عليك زي ما كان بيبص على الرجل ده فالنبي بيبص عليه فشافوا النبي بقى ايه بيعمل الحاجات بتاعتنا انتو عارفين الحاجات بتاعتنا وحاجات زي كده ويعود يبص كده ويعود يمسح كده وبعنينه في تكري ان هو عايز يهرش هنا وبعدين يعمل كده وبعدين امسجد كده انا طبعا ما شفتش الرجل بس انا يعني ايه بتخيل احنا بنعمل ايه يعني وبعدين امسجد كده وبعدين امطلع على طول وبعدين حاجات تك 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 طالع نازل طالع نازل طالع نازل والنبي بيبص ما سععش صلى الله عليه وسلم ولا نادى عليه وهو بيصلي وقال له ايه الكلام الفضي ده معلم مربي صلى الله عليه وسلم لا في حاجة تانية جميلة لما جاله الراجل كان ممكن يقول له ايه اول ما جاله الراجل كان ممكن يقول له ايه الصلاة بتتصلى كالتالي حتى تطمئن كان يقول له الحكاية دي لكن ما عملش كده قال له ايه صلي تاني عشان ايه شغل طريق التربية ان مش هي دي الصلاة اللي ربنا عايزها فكر انت ودى له فرصة يفكر ثلاث مرات احنا جماعة في مدرسنا وساعات مع اهلنا اتعودنا اعمل كذا اعمل كذا ما باخدش فرصة ان انا اعرف طب الصح يتعامل ازاي شايفي النبي بيرب ازاي طب ما تفكر انت فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش الحل انما قالو روح صلي تاني فرح صلى تاني قالو روح صلي تاني فرح صلى تاني قالو روح صلي تالت لغاية مر رجل قالو ايه والذي بعثك بالحق لا احسن غاية انا ما بعرفش حسن من كده بس انا مش قادر اسيب طريق التربية للنبي صلى الله عليه وسلم اللي بيربي عقول مش بيحشر معلومات في دماغة ينزلوها في الامتحان يوم الامتحان ويبقى كده اتعلم مش ده تعليم النبي صلى الله عليه وسلم النبي سبق التعليم الأوروبي بألف سنة وربعمية إزاي؟ إنه مداش تعليم تلقيني ما قالوش اعمل كذا لا 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 فكر الأول وده له ثلاث فرص للتفكير وبعد كده قالو بتتعمل كذا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لكن نرجع لموضوع حدثنا موضوع حتى تطمئن قالو اركع حتى تطمئننا راكعا إنتوا عارفين أنا عايز أضربلكم مثلا بكلمة تطمئن دي معلش إنتوا عارفين المياه الغازية لما ترجها وبعدين تسيبها شوية لغاية ما يحصل إيه لغاية ما كل الفوران يهدى عارفين الألعاب ساعات بتاعة الأطفال اللي بيبقى فيها مية أو زي زقبق كده وفيها كورريات أو دوريات وترجها فتقعد الكور كده تلعب وتتحرك وبعدين تقوم مسبتها فتبدأ الكور تنزل لحظة السكون دي تطمئن هي دي الصلاة والنبي بيسهلها عليك قوي عشان ما تقعدش تقولي إزاي أخشع طب ما مش عارف أجيب الخشوع حتى تطمئن يعني إيه كلمة تطمئن تسكن تهدى تحسها مش بقولك تقعد تطمئن وخلي بالك ما قالكش فتطيل ركعا واخدين بالكو ما قالكش يركع حتى فيطيل ركعا ما تكلمش على المدد اتكلم على الطمئنينة أنا الحياة يعني عظيم صلى الله عليه وسلم وهو بيعلم عظيم اختار كلمة كلمة توزن انت بيها أنا اطمئنط والله عايز عايز تسبيحة كمان عشان اطمئن حط تسبيحة كمان اطمئنط ما أنا مش حاسس بحاجة أنا لسه فاير ها اتدم ركز فاهمين يعني نفس فكرة المية اللي بتتحرك دم كيكز يعني ايه دم كيكز مركز ها دي حاسس بيها قولها مرة كمان حستها سبحان ربي العظيم ارفع بقى مش حستها مش اطمئنط حتى تعتدل قائما مش تقوم عامل كده كده يا سلام ثم مسجد حتى تطمئن ساجدا تحس ان اللي بقى الدم متعدل وركز تماما وانت بتقول سبحان ربي الاعلى وانت تحت ثم اجلس حتى ايه ده ثم افعل ذلك في صلاتك كلها الحديث بيتكلم عن الخشوع في الصلاة لكن قبل ما اقول الخشوع في الصلاة خليه نسأل سؤال الاول انت بتصلي اصلا لا ده انا كأني بكلمك في مرحلة تانية انت بتصلي هو ينفع شاب مسلم ما بيصليش هو ينفع بنت مسلمة ما بتصليش ينفع وحتى اللي بيصلي انت حاسس بامت الصلاة يعني ولا انت بتصلي عشان خلاص انا كانت فترة ما بصليش ودلوقتي بصلي وبصلي يعني ما اتكلمنيش عن الصلاة انا بصلي انت حاسس بقيمتها انت حاسس يعني ايه بصلي حاسس هي عظيمة قد ايه خليني قبل ما اقول الخشوع الاول اقول يعني اهمت الصلاة عظمة الصلاة قيمة الصلاة يعني انا عايز اقول شوية ايات واحاديث اول ما بقول صلاة افتكر قول الله طوارج تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا يعني احنا بنتكلم عن الصلاة في اول الوقت يعني ايه وعن تكون بتصلي في اخر الوقت ده انت لازم اول ما بيقى بتصلي انت محافظ على الصلاة شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لك بنية الاسلام على خمس دنكو ده مبني على خمس شايفين يا جماعة المكان اللي احنا فيه فيه العمود ده وفيه العمود ده وفيه العمود ده وفيه العمود ده اسلامك دينك مبني على العوامل دي ايه وعتوقع العمود انت ممكن تكسر الازاز اللي هناك ده ممكن تكسره وحزعل منك شوية بس ملحوقة وممكن تكسر التربيزة دي حزعل منك شوية بس ملحوقة وممكن توقع الفوزة دي حزعل منك شوية بس ملحوقة لكن لو كسرت العمود ده انت بتوقع البيت فاهمين يعني يا جماعة الحديث اللي بيقول لكلكم حافظينه الصلاة وعماد الدين فاهمين الحديث اللي بيقول رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة خلي بالك دايما كل ما النبي يستخدم الصلاة يستخدم كلمة ايه؟ عمود عماد ده لو وقع يتهد البيت انت ممكن يكون عندك غلطة في الأخلاق ممكن يكون عندك غلطة في زوء التعامل مع الناس ممكن يكون عندك غلطة في حدات كتيرة ممكن يكون عندك أخطاء كتيرة بس أرجوك ايه وقت وقع العمود؟ لأنك لو وقعت العمود كأنك بتقول له مش عايزك ههد البيت على اللي فيه ما بصليش معناها كده فعشان كده يقول لك دايما كل ما تلاقي النبي بيتكلم عن الصلاة معاها كلمة عمود أو عماد بنيا 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 الإسلام على خمس الصلاة وعماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين لأن دي العماد دي مش أي حاجة حتى الناس اللي محافظة على صلاتهم أهو فوق أهو وعموده الصلاة هد دا دا يحصل له إيه؟ ولذلك ما تستغربوش لما تلاقوا ملايين المسلمين إسلامهم مفجول الفجولة دي فجولة البناء لما يقع يبقى كده شرازم هو مسلم لكن طوبه ظلط متفرق كده مفيش بناء الصلاة اللي بتقون بنى البني أهدم من جوا يعني لازم تبقى حاسين بالصلاة كده والنبي ما بيقولش أي كلام لما بيقول عماد عموده الإسلام بنية الإسلام على خمس في حديث ثاني جميل قوي للنبي بيقول لواحد جاله شاب فبيقول له عذني انصحني أوصني يا رسول الله فقال له كلمة حلوة قوي قال له صلي فإن الصلاة شفاء حد حسس بكلمة شفاء دي الصلاة بتخفف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحزنه أمر تعبان أو حدبه أمر فيه أمر مزعج فزع إلى الصلاة يعني تعبان ركعتين الله أكبر يعملوا إيه؟ حتى فاكرين كلمة تطمئن دي الصلاة يا جماعة دي دي اللي ربنا اخترهولنا علشان نخيف علشان نخيف يا جماعة انتم مش بتصلوا عشان خايفين من ربنا بس انت بتصلوا عشان عشان عايش حلو عشان عايش مطمئن عشان ما بقاش قلقان صلي شاب جاي للنبي بيقول له أوصني يا رسول الله قال صلي فإن الصلاة شفاء وفي حديث آخر الصلاة نور المؤمن متخيلة؟ يعني على قد ما تحس بالصلاة على قد ما وشك ينوعك وفي حديث ثالث مفتاح الجنة الصلاة عايزة تحطي المفتاح في جيبك وتيجي يوم القيامة قم يمطلع على المفتاح فإيه؟ تقوله معه أنا بصلي يعني مع أنا مكسوف الحقيقة والله العظيم والله بتكلم بجد أنا مكسوف ان انا كون قاعد بكلم الشباب المسلم عن الصلاة مكسوف يعني يعني المفروض محدش يبقى راضي يسمعني ايه عم ما تكلمنا في موضوع تاني ما ده موضوع منتهي لكن للأسف هو مش منتهي بس ده ألف به إسلام ده يعني فاكرين أصل الموضوع ايه احنا جايين نتكلم عن الخشوع في الصلاة بس الأصل فيه مشكلة هكلمك عن الخشوع واحنا بنتكلم إن الأصل أصلا فيه موضوع سيدنا عثمان بن عفان له حديث جميل جدا 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 بيقول هو توضى توضى وبعدين قال لأحدثنكم حديثا حدثني به النبي ووالله لو لا أن أخاف أن أموت وأنا أكتمه ما حدثتكم به يعني لو أنا أخاف أن أنا موت وما بقاش قلته فربنا يا حسابني إزاي سمعت حاجة من النبي ما قلتاش ما كنتش قلته لكم قالوا له ليه قال حتى تتكلوا عليه حتنبسطه قاوي بقى وتتمرع وتبقوا فقالوا لا حدثنا قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم دخل فصلى ركعتين غفر له ما بينها وبين ما يليها من صلاة يعني أنت ضامن إن صلاة المغرب صلتها مغفور لك من اللي كان من العصر لغاية المغرب حاجة حاجة جميلة أنتوا عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا كلنا خدناه في المدرسة أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسلوا منه كل يوم من خمس مرات لو إيه رأيك لو كل ما بتفتح باب بيتك تلاقي نهر تقوم رامي نفسك في النهر وتعدي الناحية التانية تقوم لابسه وماشي إيه رأيك أن خمس مرات في اليوم بتنزل النهر ده هل يبقى من درانيه شيء يا ترى بعد خمس مرات يعني بلغة الشباب دش أو شاور في اليوم خمس مرات شاور في اليوم وإمتى على باب البيت ليه على باب البيت بباب أحدكم يعني علشان تطلع للشارع على سنجة عشر فاهمين الفكرة هل ممكن تقابل الناس وشكلك مش نضيف فكر فيها كده فكر في فكرة الشاور قالوا لا يمكن لا يبقى من درانيه شيء يا رسول الله قال فذلك مثل الصلاوات الخمس يمحوا الله بهن القطايا أنت نضيفة أنت نقية صليت الفجر آه صليت الظهر آه صليت العصر آه صليت المغرب آه صليت العشاء آه مبروك أنت نضيف أنت نقي أنت مفيش فيك أي حاجة مفيش أي حاجة معلقة كل الشوائب نزلت أنت نقية يا جماعة دي الصلاة يعني لازم تموصلها كده يا ناس اللي بتصلوا وبقته بتصلوا عادة لا دي الصلاة دي النظافة إمتى بقى عرفتوا ليه النبي كان يقول أرحنا بها يا بلال خلي أرحنا بقى يا بلال أزن بقى أزن بقى عايزين نستريح عرفتوا ليه شفاقة يعني عمرك عمرك يا جماعة بتقولي أرحنا بقى عايزة صلي عشان أستريح مش عشان أخلص عشان القلب يستريح أرحنا بها يا بلال جميلة جميلة شوف النبي لما يقول جعلت قرة عيني في الصلاة ما يملاش عناية في الدنيا قد الصلاة فهمين يعني إيه كلمة قرة عيني؟ يعني اللي يملع عناية من الدنيا إن أنا أصلي ركعتين قرة عيني تعرف تصلي كده تعرفي تجيبي يوم كده تعرفي تجيبي صلاة العيشة النهاردة كده تعرف تسجد لربنا كده تقوله يا سلام على نعمتك علي إنك طلعتني بصلي الحمد لله إنك جعلت في دن حاجة اسمها صلاة حد شكر ربنا عمرك شكرت ربنا الحمد لله إن دن في صلاة وقت ما كنا عايز أقول الله وأكبر بقيت معاه أدخل عليه وأنا عشان أدخل على أي حد من ملوك الدنيا محتاج مجهود خرافي لكن ربنا مش محتاج غير أن أنا توضى وأقول له الله وأكبر بقيت معاه يا سلام الحمد لله إن ربنا جعلها حتة من دننا الحمد لله دي الصلاة جعلت قرة عيني أكتر حاجة تملى عنها يا قرة عيني أكتر حاجة تملى عنها في دنيتك دي لا الفلوس ولا العربيات ولا اللبس ولا الشباب الحل ولا النساء أكتر حاجة تملى عيني إن أنا صلي لربنا هل الحديث ده دقته مرة والله يا جماعة ومرة تصلي كده مغرب أو عيشة أو فجر وتحس بحلوتها تحس إنك مسكت الدنيا في ديك إنك قوي جدا وأنا صغير وأنا أول دي تصلي في المسجد كان عندي 16 سنة أو 17 سنة مكنتش بعرف قبل كده أصلي في المسجد وكان نزول المسجد ده حاجة غريبة علي وجديدة علي كنت أخرج من صلاة العيشة حاس إن أنا كبير قوي أكبر من الدنيا دي كلها وأنا لسه عندي 16 سنة وما أقملكش شيء والشعور ده بحاول أجيبه دلوقتي ما بعرفش أجيبه زي ما جيبته أنا شاب صغير لأن الشباب بيبقى أقلوبهم خضرة قوي حلوة قوي وإحنا كل ما بنجبر يا جماعة الدنيا بتاخدنا يا بخته اللي عرف ربنا وهو بشاب صغير يا بختك لو عرفت ربنا صغيرة كل ما حتكباري نزعلوش مني الدنيا بتلوث أنا يعني أنا بقول للشباب الدنيا مزي مهما كانت زنوبكو بعد التخرج وبعد الشغل وبعد الجواز وبعد خبرات الدنيا الحاجات اللي مش نقية كتيرة وإنتوا دلوقتي الحاجات النقية كتيرة قوي فانتوا نضاف اعرفوا ربنا دلوقتي يا بختك يعني أنا أنا أعز إن أنا باتكلم على حاجة زي الشمس ومحتاجة وأفسرها فأفسر الشمس إزاي مش عارف أفسر إن فيه شمس الشمس فدي الصلاة وديا عظمة الصلاة أنا في حديث خطير خطير على خطورة الصلاة رجل من الصحابة أصاب من امرأة قبلة قبل واحدة ست فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألبه ندمان فقال يا رسول الله أصبتم من امرأة قبلة فأدار النبي وجهه إلى الجانب الآخر مش عايز يبصفه إش النبي الحنون فالراجل مفروض إنه يبقى مكسوفه ما يروحش بس هو عايز يحل مشكلته فأملفف للنبي من ناحية تانية وقال يا رسول الله أصبتم من امرأة قبلة فأدار النبي وجهه للناحية الأخرى فالراجل بدأ دا مش عايز يرد علي فقال يا رسول الله لا تدعني ما تسبنيش ماذا أفعل فنزل جبريل بقول الله طبرة تعالى حلوا إيه ده إيه الآية اللي حتنزل أقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل صلي كتير إن الحسنات يذهبن السيئات فقال يا رسول الله ألي وحدي هذه فقال النبي لأمتي كلها فنزلت الآية ذلك ذكرى للذاكرين كل الناس كل يدخل في الآية دي أقم الصلاة صلي كتير عملت غلطة من النوعية دي صلي كتير بالليل وبالنهار يحصل إيه إن الحسنات أستيكة إن الحسنات يذهبن السيئات حاجة جميلة قوي دي حلوة قوي يعني الحل إيه صلي عندك المصيبة دي صلي صلي قوم صلي تتشال يا رب ماهو الجاجل أهو ماسمعتش الآية ما الآية دي نزلت فيه في الرجل ده ورجل بقى فرحان وماشي يا رسول الله أليه هذه لأمتي كلها كل يدخل في الآية دي شفت الصلاة عاملة إزاي شفت الصلاة بتعمل إيه وبتخلص إيه في حديث تاني جميل جدا خطبانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بيقولوا خطبانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده بيحلف ثم أجهج بالبكاء يعني عايز يحلف على حاجة شكلها حلوة قوي يعني شكلها هياخد حاجة جمدة جدا فقال والذي نفسي بيده وبعدين إيه بكى من قطر ما هي حلوة إن ربنا كريم قوي مش قادر يكمل أحسين شايف المشهد ده شايف النبي هو بيقول والذي نفسي بيده وبعد كده مش قادر يكمل كلامه فبكى ثم تمالك نفسه فقال والذي نفسي بيده ومن قطر الفرحة أجهج بالبكاء ثم قال والذي نفسي بيده فبكى فبكينا جميعا ولا ندري على ماذا يبكي ولكن نبكي لمكاءه صلى الله عليه وسلم فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وسكتنا ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال بشرة خير لي من حمر النعم أنا ربنا قال لي بشرة خير لي من حمر النعم حمر النعم أعظم الإبل اللي موجودة في الصحراء أحسن من أحسن عربية مرسيدس تكون موجودة عندكم فهو بيقول بشرة بشرة لي خير من الحمر النعم فقالوا ما يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج السكاة ويكتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يقالوا له ادخل من أيهما شئت الحاجات الأساسية يعني 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 يكتنب بس الخمر والزنا والكبائر والسحر الكبائر الأساسية وقتل النفس وعقوق الوالدين يخصلي الصلاة الخمس ويصوم رمضان ويزكي ويضمن تتفتح أبواب الجنة الثمانية يعني حديث الرواهن النسائي في رجل دخل على المسجد وأمقال فوسكت المسجد رجل أعرابي الأعراب بيبقوا شداد كده قال أيكم محمد فأشرنا إليه فقال يا محمد إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة هشد معك فلا تجد على نفسك مني شيء فالنبي قال قل فقال أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أنك نبي فقال النبي صدق فقال يا محمد بدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له فمن خلق السماء فقال النبي الله قال فمن خلق الأرض فقال النبي الله قال فمن نصب الجبال فقال النبي الله فقال فإني أناشدك بالذي خلق الأرض وخلق السماء ونصب الجبال أن تصدقني القول أربك أمرك أن نصلي الصلاوات الخمس فقال النبي نعم فقال فإني أناشدك بمن خلق الأرض وخلق السماء ونصب الجبال أربك أمرك أن نصوم رمضان فقال النبي نعم فقال فإني أناشدك بالذي خلق الأرض وخلق السماء ونصب الجبال أربك أمرك أن نأخذ صدقة من أغنيائنا نعطيها لفقرائنا فقال النبي نعم فقال الأعرابي وإني أشهد أني مصدقك في كل ما قلت وإنما سألتك ليعلم الناس ففي الآخر أنا بس شوفوا النوعية الراجل عاملة إزاي وشوفوا الجرأة وشوفوا الجدعانة وشوفوا أحيانا شبابنا بيبقى مداري إزاي وعمل نفسه خجول إزاي وده بيكلم مين بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم مو بيسأل وبمنتهى القوة أنا فاكرين يا جماعة أول حاجة حنتحسب عليها يوم الإيامة إيه يعني حضرتك تخيالي كده حضرك غمض عينيك كده وتخيل إنك يوم الإيامة وإنك دلوقتي بيتنادى على اسمك فلان ابن فلان هلومة للعرض على الجبار تخيالي كده مش بنحكي فيلم ده هيحصل تخيل كده في وسط المكان أحمد محمد هدى مريم إثار عمر مجدي هلومة للعرض على الجبار فتخيل إن أنت بتتقدم وطالع وكل البشر واقفين وإنت طالع بين يدي الله لوحدك تخيل أول سؤال كنت بتصلي خيلة لو معرفتش ده أول سؤال ده هنلسة ما بتدنيهش لأ ما أنت مش هينفع تكدب أن تلسلك بيتحرك لوحده أصلا كنت بتصلي لا يعني أنا مش عارف مش بقولكه صعب إن الواحد يقول حاجة ده ربنا بقى بيسأل أنت وربنا ليس بينك وبينه ترجمان مفيش أنت وهو سبحانه وتعالى بس في حاجة تانية جميلة وأخطر إيه هي؟ أخطر من إيه؟ أخطر جوه الصلاوات الخمس العصر والفجر يعني الصلاوات الخمس كوم والعصر والفجر النبي صلى الله عليه وسلم يقولك من صلى البردين البردين اللي هما الفجر والعصر دخل الجنة طب إش معنا يعني إش معنا من صلى البردين لأنك لو حافظت على الاتنين دول أكيد هتحافظ على البقين ويقولك حديث تاني جامد جدا 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 عن الناس اللي انفروتها صلاة الفجر بقالها عشر سنين واثناشر سنة يقولك إيه؟ يقولك من صلى الصبح فهو في ذمة الله عارفين يعني إيه في ذمة الله؟ أنت في حماية ربنا النهاردة يا فؤاد يا محمد أنت محمي النهاردة أنت في ذمة ربنا تخيل تصحى الصبح كده تصلي الفجر أنت بقيت في حماية ربنا يا أناس كمل بقى يومك والله يا جماعة اليوم اللي أنا بصلي فيه الفجر هيحصل لي إيه يعني؟ إيه اللي ممكن يحصل لي وانا في ذمة ربنا؟ مين يقدر عليها النهاردة؟ تخيل المعنى ده أنا قوي جدا أنا قوي جدا 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 واليوم اللي ما صليش فيه الفجر ربنا يا سطر ربنا يعدي اليوم ده على خير ده الفجر لأ في حديث تاني على الفجر رعيب خطير يقول لك بشر المشائين في الظلم اللي بيروحوا يصلوا الفجر والدنيا ظلمة بالنور التام يوم القيامة يعني إيه؟ يوم القيامة ظلمة يا خونة أنت مش لسه كنت بتقول لنا أن الشمس يوم القيامة وكده؟ أيوة الشمس يوم القيامة لغاية ما توصل عند الصراط أول ما تيجي حتعدي الصراط عشان فوق جهنم عشان تروح الناحية التانية الجلة الدنيا تضلم ما فيه الشمس عدي فتيجي تعدي الدنيا ظلمة يعني فكل واحد يتنور له على قد إيمانه فمنهم من يضاء له مقدر إصبعه يعني يبقى شايف عارف اللي مسك بطارية صغيرة كده وماشي بيها بس ده بيعدي على الصراط فوق جهنم يعني عايز يعدي الناحية التانية عشان يروح باب الجنة وما فيه الشمس ما فيهش نور ومنهم من يضاء له مثل ظله تبقي شايفة على قد ظلك والباقي ظلمة طب واللي بيصلوا الفجر في الجامعة بشر المشائين اللي بيمشوا في الظلم بالنور التام يوم القيامة الدنيا نوره على آخر دي المين ايه دي خصوصية اللي بيصل الفجر ايه بقياك جمدة جدا 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 يعني تخليك ايه والله ما انا مفوت فجر واضمن النور يوم القيامة او بلاش وانا مفوت فجر اربعة ايام في الاسبوع خمس ايام في الاسبوع يعني تبقى فيه كده يعني ان انت بينك وبنفسك حجيب وبعدين يا شباب لو مش هتعملوا الكلام دلوقتي تعملوه امتى يا بنات شوفوا 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 الصلع بنتكلم عن ايه وبعدين خلينا اقولك حاجة بقى من غير ما يعني من غير ما حد من غير ما حد يزعل انت عارف يعنيه ما بصليش يعنيه ما بصليش مش قادر عبوده بني وبينك يعني من الاخر هي معناها كده مش قادر عبادته تقيلة علي مش قادر انا ممكن اعود اتفرج على ماتش ساعتين وممكن اعود اعمل شوبنج اربع ساعات لما رجلية تتكسر وممكن اتكلم في التليفون ساعة ونص لكن عشر دقايق تقيلة مش قادرها ايه ما ينفعش يا شباب ما ينفعش تيبقى دية وبعدين زي ما بقولك كده ان انت بتقول مش محتاج لك قطعت العناقات بني وبينك مش محتاج خلي بالكوا كل العبادات فردت في الارض العبادة الوحيدة اللي فردت في السماء هي الصلاة كل العبادات ينزل سيدنا جبريل يقول للنبي في زكاة تنزل الآية في صوم في الحاجة الوحيدة لا النبي هو اللي يطلع الى السماء ليكلف بالعبادة دي فوق في السماء انت مدركين في الإسراء والمعراج يعني تبقى العبادة دي شكلها ايه تبقى قيمة العبادة ديا عند ربنا تبارك وتعالى يعني يعني تبقى عاملة ازاي انا بقول للناس الشباب اللي ما بيصلوش في دايرة بصوا ربنا كريم قوي رحيم قوي عفو قوي بس في دايرة اللي بيدخلها ربنا بيغضب قوي حد عارف الدايرة دي ايه ترك الصلاة وعقوق الولدين اللي بيدخل الدايرة دي ربنا غطبان ربنا مش راضي بلاش الدايرة دي يا شباب ابعد عالدايرة دي وانا بقولك بيرحم وبيسامح وبيغفر بلاش ابوك همك يغضبه وبلاش ما تصليش عشان ليه تدخل نفسك في الحتة اللي هو بيغضب فيها والباقي كله بيسامح وبيغفر وبيعفو ده الراجل اللي أصب من امرأة قبلة عفى عنه بالصلاة تقول ما انت تروح في الحتة ديا وتقول مش هصلي فاهمين المعنى وبعدين في بعض الشباب يقولك ايه يقولك اصلا ما بصليش لان انا وحش انا اصلا وحش وبعمل مصايب تانية فانا حصلي زي انا بكسف اقف قدامه كده والله الشيطان اللي بيقولي الكلام دا الشيطان هو اللي بيدحك عليكم يقولك يا عم ده انا بعمل مصايب ازاي اقف بين اذن ربنا وانا اعمل الحاجات دي انا اتكسف منه ده انت عشان تتكسف منه ابدأ بالصلاة ده الشيطان هو اللي بيقولك كمان ما تصليش مرة بيقولك الامام عحمد بن حمبل كان ماشي في صحرة فوهو ماشي لقى واحد قطع طريق يطلع على الناس ياخد في لسهم ويخليهم يجروا ويهربوا وياخد في لسهم حاجة يعني حاجة في منتهى السوق اللي في الدنيا فوهو الامام عحمد بن حمبل بيقول بفضلت ابص علينا مبعيد فلقيته بعد ما عمل الحاجات دي بعد ما ناس كلها مشيت انا موقف نصلي فانا قلت له يعني انت صعبة فانا مريح له قال له انت فاكرنا صلاتك دي تنفع انت بتأذي الناس ما تنفعش فالجاجل رب عليه رب قال له يا امام انا بيني وبين ربنا ابواب كتيرة مقفولة فحبت اسيب باب متوارب يعني يعني يفضل بس يفضل باب بيني وبينه مقفلش مقطعش كل العلاقات كتر فانا الامام احمد الحمبل ما عجبوش الكلام يعني واحد الصالة المفروض تجيب اخلاق كويسة بس يبدو ان الراجل كان عنده حتة فالامام احمد الحمبل بيحكي بيقول فاتت سنين وانا بطوب بالكعبة لقيت واحد متعلق بأسطار الكعبة يقول تبت إليك والله لا أقطع طريقا بعد اليوم نظرت إليه فوجدت الرجل فقلت له اه انت انت مش انت اللي أنا قابلتك من كذا سنة قال نعم يا امام تركت بابا مفتوحا ففتح الله ليه باقي الأبواب يعني يعني انا ايه فانا بقولك حتى لو انت وحش ما تقفلش يا اخي كل الأبواب صلي يا اخي عشان يضل فيه بينك وبينه حاجة مفتوحة فشباب ما يتحكش عليكم الشطان من حتة دي لانه بيتحك على شباب انا وحش وبعدين ييجي واحد تاني ساعتا بقى ماشي في الشجع ولاقي واحد ييجي يقول لي يا الله يعني انا بحبك وكل الكلام ده وبعدين بيقول ليه انا ما بصليش اعمل ايه عشان اصلي يعني قل لي وصفة قل لي يا عم صلي يعني يعني اعمل ايه عشان اصلي صلي يقول لي بس الصنع وما بقدرش عارفين حلها ايه اللي ما بيصليش ده صلي دلوقتي حالا وظبط نفسك عشرين يوم وانا بقولك بعد عشرين يوم حتبقى مية مية جرب بس جرب شهري كده وولوالله ما نمفوت يوم في العشرين يوم دول انا هحافظ على الصلاة مش هفوت يوم الا ما هحافظ على الصلاة طب فاتت مني صلاتين اجمعهم وصليهم في نفس اليوم غلط بس اجمعهم وصليهم في نفس اليوم ما تفوتش صلاة حصلي كل يوم يعني حصلي كل يوم ومش هفوت صلاة يعني مش هفوت صلاة وحبق من النهار ده تعرف تعمل حاجة زي كده تعرف تزبط حاجة زي كده ده بس كل دوا كنت بتكلم اوعى تسيب صلاة لكن الحديث اصلا بيتكلم عن ايه فاكرين الحديث أقوله تاني جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فسلم على النبي فرد عليه النبي السلام فذهب فصلى فقال اذهب فإنك لم تصلي ثلاث مرات فرجع للنبي فقال والله لا أحسن غيرها فاعلمني فقال له النبي إذا قمت للصلاة فكبر فاكرين الحديث الحديث ده بيتكلم عن الخشوع في الصلاة لكن احنا كده اتفقنا إن أنا برجو مش برجو يعني حبا في الشباب بقول الكلام ده عندي حلم إن ولا واحد من اللي قاعدين دول تخلص القاعدة دي إلا والصلاة أغلى حاجة في حياته وصلاة المغرب والعيشة النهاردة يبقوا جمال قوي وعليين قوي ولا واحد من اللي بيسمعنا دلوقتي يعني أنا الحلم اللي جوايا تخيلوا يا جماعة لو الكلمة دي وصلت للملايين من الشباب وربنا يعطينا الإخلاص نقولها بصدق إن كل شاب بسمعها الآن ما بيصليش أقصى من هو يصلي وكل أب أو أم سمعها دلوقتي عنده ابن ما بيصليه سجلها له وسمعها له وكل اللي بيصله سمعوا الكلمة دي حبوا الصلاة أكتر وحبه طاعة ربنا أكتر والسجود بين إيدين ربنا أكتر يحصل إيه؟ فأنا بقول في النهاية عهد على كل واحد سمع كلمة دي يديها الواحد ما بيصليش وإذا كان هو بيصلي يخلي صلاته طعم تاني ومذاق تاني وإحساس تاني أما حلاوة الخشوع في الصلاة فديا بقى جلسة تانية وقعدة تانية نسأل الله تعالى أنه يتقبل مننا هذا الكلام ويرضى عننا وعنكم ويبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة